مليونية الثلاثين من حزيران يبدو أنها نجحت في فرض واقع جديد على الساحة السياسية في السودان واقع أفضى إلى توقيع اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد فبعدما ظن قادة المؤسسة العسكرية أنهم بفضل اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بهذا القدر من العنف قد بنوا جداراً من الخوف في وجه أي تحرك شعبي جديد استعادت الثورة زخمها مجدداً عبر تظاهرات مليونية أجبرت العسكر على الرضوخ ولو جزئياً لإرادة السودانيين المنتفضين في شوارع البلاد طرفاء الأزمة السودانية توصل بعد مفاوضات برعاية إثيوبية إفريقية إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس سيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان على أن تكون مدته القانونية ثلاث سنوات على الأقل كفترة انتقالية وكذلك تشكيل حكومة كفاءات من المدنيين وعلى الرغم من أن الاتفاق بدى أنه أقصى ما يمكن تحقيقه بين الطرفين بالنظر إلى تمترس كل طرف منهما بمواقفه إلا أن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة فثمت ملفات شائكة لا تزال عالقة بين الطرفين إذ يرى محللون أن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي مرت بها البلاد وعلى رأسها حادثة فضي الاعتصام يمثل تحدياً بالغ الأهمية في سبيل أي اتفاق تام بين المؤسسة العسكرية والمعارضة المدنية كذلك فإن هناك عقبات أخرى في الطريق مثل إصرار المجلس العسكري على إشراق قوى سياسية عرفت بموالاة النظام السابق وكذلك إشراق الحركات المسلحة التي وقعت اتفاقات مع نظام البشير فضلاً عن إرجاء الاتفاق على تكوين المجلس التشريعي بعدما تراجع العسكر عن اتفاق سبق فضل اعتصام يكر لقوى الحرية والتغيير بنسبة 67% من تشكيلة المجلس في المحصلة فإن الاتفاق الأخير قد يسهم في تهدئة الشارع السوداني إلا أن الأوضاع في السودان لا تزال بحاجة إلى جهود حثيثة من أجل حسم كافة الملفات العالقة في ظل حالة من التجاذب السياسي يرجح أن تستمر بين طرفي الأزمة